بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصفة الثالث متوسط في مادة المهارات الرقمية فصل الدراسة الثانية سنكون معا بإذن الله في هذا الدرس درس بعنوان القواميس الجزء الثاني في الدرس السابق في درس القواميس الجزء الأول تعلمنا على القاموس وإنشاء القاموس وأيضا الدوال المستخدمة مع القاموس ذكرنا أنك ستكتسب في هذه الوحدة في الوحدة الثالثة وحدة هياكل البيانات الخطية المزيد من المعرفة عن هياكل البيانات الخطية أيضا ستتعلم عن القواميس والقوائم المتداخلة وكيفية العمل مع الملفات في Python العدوات التي سنستخدمها كما ذكرنا إصدار بيئة التواصل في هياكل البيانات ذكرنا أنك تعلمت سابقا عن هياكل البيانات البسيطة وبعض أنواع هياكل البيانات الخطية مثل الصفوف والقائمة في هياكل البيانات ذكرنا أن هياكل البيانات تنقسم إلى قسمين هياكل البيانات بسيطة وهياكل البيانات غير بسيطة في هياكل البيانات البسيطة لدينا منطقية والنصية والحقيقية والصحية بينما في هياكل البيانات غير بسيطة لدينا هياكل البيانات خطية وهياكل البيانات غير خطية في هياكل البيانات الخطية لدينا القائمة والصف والقاموس والملف والمصفوفة والمجموعة بينما في هياكل البيانات غير الخطية لدينا المخطط والشجرة في السنوات السابقة تعلمت على القائمة والصف من هياكل البيانات الخطية من هياكل البيانات غير البسيطة وأيضا المنطقية والنصية والحقيقية والصحيحة من هياكل البيانات البسيطة القائمة ذكرنا أن القوائم تعد أحد أكثر هياكل البيانات استخداما في بايثن وتتكون القائمة من سلسلة مرتبة من كائنات مستخدمة لتخزين البيانات بأنواعها حيث لا يشترط أن تكون عناصر القائمة من نفس النوع يتم فصل عناصر القائمة بإضافة الفواصل بينها وذلك داخل أكواس مربعة ويمكن للمستخدم إعداد عناصر القائمة أو إدخالها نكتب عناصر القائمة داخل أكواس مربعة ويفصل بين العنصر والعنصر فاصلة بهذه الطريقة يتم كتابة عناصر القائمة نلاحظ في القائمة الأولى قائمة باسم نومز بداخلها العناصر 1-132-358-145-7.13 بينما القائمة الثانية بقائمة فرويتس بداخلها ثلاثة عناصر أبل وأورنج وفنانا ولطباعة هذه القوائم يتم استخدام الأمر ونلاحظ وجود القوائم أو العناصر داخل قوسين مربعين صف البيانات الصف هو أحد هياكل البيانات الأخرى في بايتن ويضم عددا مرتبا من البيانات ويمكن أن يخزن داخلها داخل الصفوف أي نوع من القيم يكتب الصف على شكل قائم من القيم بينها فواصل وداخل أقواس دائرية داخل أقواس دائرية يهتم كتابة عناصر الصف ويفصل بين العنصر والعنصر الآخر بعلامة الفاصلة لا يمكن تغيير القيم في الصف ولذلك يوصف بأنه هيكل بيانات غير قابل للتعديل لا تستطيع تغيير البيانات الموجودة داخل الصف يتم استخدام الصفوف في الحالات التي تحتاج الوصول إلى البيانات التي تم إجراءها في القوائم ولكن دون الحاجة لتغييرها مثل رقم الهوية أو البريد الإلكتروني لشخص هذا يجعل صفوف البيانات أكثر أماناً لأنك لا تستطيع تغيير البيانات الموجودة داخل الصف نلاحظ صف باسم Personal Info ويوجد بداخلها العنصر الأول خالد والعنصر الثاني بريد الإلكتروني والعنصر الثالث أربعة أرقام عند طباعة العنصر نلاحظ وجود العنصر داخل أو وجود عناصر الصف داخل أقواس دائرية ويفصل بينهما بفاصلة القواميس ذكرنا أنك بعد أن اكتسبت الكثير من الخبرة في لغة برمجة بايثون تعرفت على نوع آخر من هياكل البيانات الخطية وهو القاموس يعد القاموس هيكل بيانات قابل للتغيير يتضمن مجموعة من العناصر ويتكون كل عنصر في القاموس من زوج من القيم على صورة المفتاح والقيمة يختلف القاموس عن هياكل البيانات الأخرى بإمكانية الوصول إلى عناصر من خلال مفتاح القاموس وليس بواسطة رقم الفارس كما هو الحال مع القوائم والصفوف يمكن أن تتنوع قيم المفاتيح في هيكل بيانات القاموس لتحتوي على أي نوع من أنواع البيانات إذن ذكرنا أن القاموس هيكل بيانات قابل للتغيير يتكون كل عنصر في القاموس من زوج من القيم يحتوي على أو زوج من القيم على صورة المفتاح والقيمة لاستدعاء أو للوصول إلى عناصر القاموس تحتاج معرفة مفتاح الفارس وليس عنصر أو رقم الفارس أيضا داخل الفارس يمكن أن تتنوع قيم المفاتيح الصيغة العامة لتعريف القاموس نلاحظ اسم القاموس أو متغير يمثل اسم القاموس علامة اليساوي ومن ثم قوس متعرج داخل القوسين المتعرجين نقوم بكتابة قيم القاموس أو عناصر القاموس القيمة الأوع المفتاح الأول والقيمة يفصل بينهما فاصلة بينها وبين المفتاح الثاني والقيمة ونلاحظ يفصل بين المفتاح والقيمة نقطتين رأسيتين تستخدم الأقواس المتعرجة عند تعريف القاموس وتستخدم النقطتان الرأسيتان للفصل بين المفتاح والقيمة كذلك لا يمكن أن يتواجد عنصران في القاموس بنفس المفتاح فكل مفتاح يسمح بالوصول إلى إحدى القيم الموجودة في القاموس إذن كما ذكرنا نستخدم الأقواس المتعرجة ونستخدم النقطتان الرأسيتان للفصل بين المفتاح والقيمة كذلك لا يوجد عنصران في القاموس بنفس المفتاح لإنشاء القاموس ذكرنا أن هناك طريقتان لإنشاء القاموس فالطريقة الأولى يمكن وضع سلسلة من العناصر داخل أقواس متعرجة يفصل بينها بفاصلة كما في المثال التالي القاموس أو متغير باسم عرب غولف يمثل اسم القاموس علامة اليساوي قوس متعرج ومن ثم نكتب عناصر القاموس بالمفتاح والقيمة بينهما نقطتان رأسية ومن ثم المفتاح والقيمة الأخرى بينهما نقطتان رأسية ويفصل بينها وبين المفتاح والقيمة الأولى بعلامة فاصلة بنفس الطريقة في عنصر القاموس الثالث يمكنك في بايثون استخدام علامات تنصيص مفردة أو مزدوجة الطريقة الثانية لإنشاء القاموس تكون باستخدام أمر الإنشاء دكت نلاحظ أيضا متغير يمثل اسم القاموس باسم Arab Golf علامة يساوي ومن ثم نستخدم أمر الإنشاء دكت وداخل الأقواس نكتب سعودية ريبيا ثم على العاصمة الرياض عمان والعاصمة مسقط البحرين والعاصمة المنامة هذا يمثل المفتاح وهنا تمثل القيمة وبينها علامة اليساوي نلاحظ عند الطباعة نقطتين رأسيتين والقيمة المفتاح نقطتين رأسيتين والقيمة ثم فاصلة المفتاح نقطتين رأسيتين القيمة فاصلة المفتاح نقطتين رأسيتين القيمة ونغلق القوسين المتعرجة يتمثل الاختلاف الرئيس بين القوائم والقواميس في طريقة الوصول إلى العناصر يتم الوصول لعناصر القائمة بواسطة رقم الفهرس بينما يتم الوصول إلى عناصر القاموس من خلال مفاتيح أيضا تستطيع إنشاء قاموس بحيث يقوم المستخدم بإدخال بيانات هنا إنشاء قاموس فارغ بعد ذلك باستخدام حلقة فور يقوم المستخدم هنا بإدخال القيمة أو إدخال المفتاح والقيمة ومن ثم بإدراجها بعد ذلك بعد الانتهاء من الحلقة يقوم بطباعة العناصر أو الفهرس كما نلاحظ في الشكل أمام تطبيق عملي على إنشاء القاموس باستخدام الطريقة الأولى بعد فتح برنامج بيئة التواء أو بيئة التواصل نلاحظ في استخدام الطريقة الأولى لإنشاء القاموس كتابة المفتاح الأول نقطتين رأسيتين والقيمة ثم المفتاح الثاني وهكذا إلى أن تنتهي من المفاتيح أو عناصر الفهرس أنشي قاموسا يحتوي على أسماء ثلاثة الطلبة والفاكهة المفضلة لكل واحد منه تقوم بفتح بيئة التواصل باي شار ومن ثم استخدام حلقة فور ليقوم المستخدم بإدخال اسم الطالب الأول والفاكهة المفضلة له واسم الطالب الثاني والفاكهة المفضلة له واسم الطالب الثالث والفاكهة المفضلة له بحيث يكون مفتاح المفتاح هو اسم الطالب والقيمة هي الفاكهة المفضلة الطالب الأول أحمد فاكهة المفضلة أبل الطالب الثاني سعود والفاكهة المفضلة أورانج والطالب الثالث خالد والفاكهة المفضلة بنانا وسيتم طباعة القاموس بكتابة القيمة الأولى أو المفتاح الأول والقيمة المفتاح الثاني والقيمة الثانية المفتاح الثالث والقيمة الثالث الدوارة المستخدمة مع القاموس ذكرنا أن برنامج بايثون يوفر مجموعة من الدوال للمدمجة التي يمكن استخدامها مع القواميس مثل دالة getX ذكرنا أن dictName نقوم باستبدال الكلمة dictName باسم القاموس المنشأ dictUpdate و dictValues dictCase و dictClear dictName سنتعلم في هذا الدرس درس القواميس الجزء الثاني الوصول إلى عناصر القاموس حذف عنصر من القاموس استخدام هياكل البيانات و مشروع البنك هل تستطيع حذف عنصر واحد فقط من عناصر القاموس للوصول إلى عناصر القاموس لا يحتوي عنصر القاموس على رقم فهرس ولكن توجد طريقتان للوصول إلى العناصر بداخل الطريقة الأولى باستخدام مفتاح العنصر المكتوب داخل أقواس مربعة والطريقة الثانية باستخدام دالة get إذن الوصول إلى عناصر القاموس باستخدام مفتاح العنصر المكتوب داخل أقواس مربعة أو باستخدام الدالة get ذكرنا أن في هذا القاموس على سبيل المثال تستطيع القاموس باسم عرب جولف ويوجد بداخله دولة المملكة العربية السعودية وعاصمتها الرياض دولة عمان وعاصمتها مصقط ودولة البحرين وعاصمتها المنامة نلاحظ هنا سيتم طباعة العنصر الأول في القاموس تم طباعة الرياض لأننا استخدمنا المفتاح الأول أيضا تستطيع استخدام أو طباعة أو الوصول إلى عناصر القاموس باستخدام الدالة get وذلك بالطريقة التالية نكتب اسم نكتب متغير في البداية متغير بعد ذلك اسم القاموس نقطة بعد ذلك دالة get وداخل القوسين نكتب القيمة أو المفتاح الذي نريد الوصول إلى قيمته وسيتم طباعة الرياض ومسقط الرياض تم طباعتها باستخدام طريقة الوصول الأولى نقوم بكتابة اسم المفتاح بداخل علامتي التنصيص وداخل الأقواس المربعة بينما مسقط تم طباعتها باستخدام الطريقة الثانية وهي دالة get بكتابة اسم القاموس ومن ثم علامة النقطة وبعد ذلك كتابة دالة get وبداخلها مفتاح الذي نريد الوصول إلى قيمة نلاحظ في التطبيق العملي نقوم بكتابة المتغيرة الأول Capital One Arab Golf وداخل القوسين المربع علامتي التنصيص كتبنا قيمة المفتاح الذي نريد الوصول إلى قيمة إلى مفتاح إلى القيمة الخاصة به وهو السعودية سعودية ونقوم بكتابة أو استخراج القيمة الخاصة به الرياض والطريقة الثانية باستخدام الدالة get وبقيمة المفتاح عمان للوصول إلى قيمة هذا العنصر وهو مصق يمكن استخدام الأوامر التالية لتغيير قيمة عنصر داخل القاموس في هذا القاموس قاموس باسم أم بليز الموظفين خالد بروجيكت مانيجر سعد داتا أناليست وحمد سوفتوير إنقاينر هنا قمنا بتغيير وظيفة سعد إلى data scientist استخدمنا الأمر اسم القاموس بعد ذلك داخل الأقواص المربعة قمنا بكتابة المفتاح المفتاح سعد وبعدها علامة اليساوي وبين علامتي تنصيص قمنا بكتابة القيمة الجديدة للمفتاح سعد ومن ثم قمنا بطباعة الفهرس نلاحظ خالد لم يتم التغيير بنفس البيانات الموجودة هنا سعد قمنا بالتغيير من data analyzed إلى data scientist بينما حمد لم يتم تغيير الوظيفة الخاصة بحمد تطبيق عامل لتغيير قيمة عنصر داخل القاموس بعد فتح بيئة التواصل pie chart نقوم بكتابة الفهرس ومن ثم نلاحظ في طريقة تغيير بيانات عنصر من العناصر الموجودة داخل الفهرس بالطريقة التي استخدمناها ورحبنا جرب المقطع البرمج الآتي واكتب النتيجة التي تظهر على الشاشة students اسمه القاموس المفتاح الأول خالد وقيمة science المفتاح الثاني سارة وقيمة maths والمفتاح الثالث علي وقيمة english language بعد ذلك نقوم بكتابة اسم الفهرس students داخل الأقواس نكتب علي ومن ثم social studies ما الذي يتم أو ما هي القيم التي سيتم طباعتها بعد التعديل في هذا الصدر القيم التي ستظهر خالد science بنفس الموجود هنا سارة maths أيضا بنفس الموجود هنا ولكن علي سيتم التغيير من english language إلى social studies إلى social studies قمنا بتغيير القيمة الموجودة مع المفتاح علي باستخدام هذا الصدر أيضا نلاحظ في هذا المثال لدينا هنا قائمة أو قاموس بالقيمة والمفتاح وهنا القيم وهنا المفاتيح print id number لإسم القاموس وسيتم طباعة هذا القاموس كما نلاحظ كما هو سيتم طباعته كما هو بعد ذلك سيتم تغيير الرقم أو إضافة أحمد إلى القاموس باستخدام الدالة update نلاحظ في الدالة أو في القاموس الثاني في الطباعة سيتم طباعة أحمد كأحد عناصف القاموس بالقيمة 174527 والمفتاح 17425 وبالقيمة أحمد أيضاً سيتم تحديث قيمة سعد في من خلال هذا السطر update id يساوي المفتاح 154651 يختلف عن المفتاح الموجود في القاموس الأول وبعد الطباعة سيتم طباعة أيضاً نلاحظ تغيير في القيمة الخاصة بسعد نلاحظ تغيرها في هذا الصدر تستخدم هذه الوظائف وظيفة dictname .values و dictname .keys للحصول على المفاتيح وقيم القاموس في المثال التالي سنستخدمها لطباعة أسماء البلدان هي مفاتيح القاموس ومدنها القيم نلاحظ هنا مفاتيح القاموس أسماء البلدان هي مفاتيح القاموس مملكة عربية السعودية عمان والبحرين بينما القيم هي المدن الرياض ومسقط والمنام استخدمنا استخدمنا أولاً في المتغير كي اسم القاموس عرب كي .keys استخدمنا لطباعة أسماء البلدان ثم print k سيكون بطباعة المتغير كي أيضاً المتغير v قمنا بكتابة اسم القاموس ومن ثم نقطة وفاليوز وبرنت في سيتم طباعة القاموس بالشكل التالي فانت استطيع الحصول على مفاتيح وقيم القاموس باستخدام الدالتين dict name .keys و dict name .values للحصول على قيم ومفاتيح القاموس التطبيق العملي نلاحظ كتابة متغير باسم k ومتغير باسم v وذلك للحصول على المفاتيح والقيم الخاصة في القاموس أيضاً يمكن استخدام دالة clear لإزالة جميع عناصر القاموس نستطيع استخدام الدالة dict name .clear لإزالة جميع عناصر القاموس نلاحظ القاموس الأول يحتوي على العناصر السعودية والقيمة الرياض المفتاح السعودية والقيمة الرياض والعنصر الثاني المفتاح عمان والقيمة مسقط والعنصر الثالث المفتاح البحرين والقيمة المنامة باستخدام الدالة .clear نقوم بكتابة اسم القاموس ومن ثم .clear سيتم حذف جميع عناصر القاموس نلاحظ أثناء الطباعة وبعد الأمر print ستظهر القوسين المتعرجين بلا أي عنصر داخل في التطبيق العملي لإزالة جميع عناصر القاموس نلاحظ بعد كتابة الدالة .clear arab golf .clear print arab golf سيتم طباعة قوسين متعرجين بدون أي قيمة بداخلها وذلك لأننا استخدمنا الدالة .clear لحذف جميع عناصر القاموس حذف عنصر من القاموس إذا رغبت بحذف عنصر واحد من القاموس يمكنك استخدام كلمة دل متبوعة باسم القاموس والمفتاح الموجود بين قوسين مربعين ويمكنك حذف القاموس أيضا بأكمله باستخدام كلمة دل متبوعة باسم القاموس نلاحظ لدينا القاموس arab golf وداخل هذا القاموس العناصر السعودية وعمان والبحرين هنا قمنا بكتابة دل arab golf بين القوسين قمنا بكتابة بين قوسين مربعين عمان وأثناء الطباعة نلاحظ تم حذف عمان من عناصر القاموس أيضا هنا قمنا بكتابة القاموس وإضافة العناصر في داخله وهنا قمنا بكتابة دل arab golf ستظهر رسالة لأنك حاولت طباعة قاموس تم أو قمت بحذفه سابقا نلاحظ في التطبيق العمل لحذف قاموس أو عنصر من القاموس بعد كتابة القاموس بالعناصر نستخدم الدل لحذف القاموس بأكمله لتظهر الرسالة لأننا قمنا بكتابة أمر arab golf أو طباعة قاموس تم حذفه مسبقا ستظهر الرسالة الواضحة أمامك استخدامات هياكل البيانات يستخدم كل هيكل من هياكل البيانات لأغراض مختلفة يمكن توضيحها في الجدولة التالية أولا هيكل البيانات القائمة عند الحاجة يستخدم عند الحاجة إلى تغيير عناصر القائمة بشكل متكرر عنصر الصف يستخدم عند الحاجة إلى تخزين بيانات دون الحاجة إلى تغييرها بيانات ثابت بينما عنصر الهيئة والقاموس يتم استخدامه عند الحاجة إلى ربط إلى إيجاد ربط منطقي بين المفتاح والقيمة أو عند الحاجة للبحث عن بيانات بناء على مفتاح محدد في مشروع البنك ستنشئ الآن مشروعا لمحاكاة إنشاء برنامج لأحد البنوك خطوة بخطوة يحتوي سجل عميل البنك على بيانات مسجلة تتعلق به وتتضمن رقم الحساب اسم العميل رصيد الحساب ستستخدم هيكل بيانات القاموس لحفظ بيانات العميل بحيث سيكون رقم الحساب كقيمة فريدة بمثابة المفتاح ستواجه مشكلة في تحديد القيم المرتبطة حيث إن سجل العميل يحتوي على اسمه ورصيده أيضا وبالتالي يمكنك استخدام قائمة كقيمة مرتبطة بالمفتاح نلاحظ هنا معلومات البنك ومعلومات العملاء سيتم طباعتها كما نلاحظ في هذا في هذه الصورة كذلك من خلال المقطع البرمج الآتي ستبرمج عملية الإيداع في البنك بهذه الطريقة وهي عملية إضافة المبلغ المدخل إلى رصيد الحساب كما تلاحظ في هذه الصورة نلاحظ في التطبيق العملي بعد كتابة البيانات تستطيع بالتنفيذ تنفيذ البيانات الموجودة بداخله بكتابة اسم أو رقم الحساب ومن ثم الرصيد المدخل أو المضاف ستلاحظ وجودها في القائمة نصل إلى تقويم الدرس في السؤال الأول وضح الاختلاف بين القاموس والقائمة من حيث طريقة الوصول إلى عناصر كل منها يختلف القاموس عن هياكل البيانات الأخرى حيث يمكنك الوصول إلى عناصر من خلال مفتاح القاموس وليس من خلال الرقم الفهرس كما هو الحال في القوائم والصفو يمكن أن تتنوع قيم المفاتيح في هيكل بيانات القاموس لتحتوي على أي نوع من أنواع البيانات تعلمنا في هذا الدرس درس القواموس الجزء الثاني الوصول إلى عناصر القاموس حذف عنصر من القاموس استخدامات هيكل البيانات ومشروع البنك شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم